موسيقى عملنا التخلق بشكل ساميني بايوميديكال ساميني ايدي اللي موجود معنا البروجيكت ايه هدفه او احنا فكرنا كيه ازاي احنا فكرنا فتخنية AI تكنولوجي احنا عايزين نزودها لمجال الصدق او المستشفيات بحلية الطوارئ احنا عايزين نوفر عمالة من نفس الوقت نوفر إستانشال لحديات احنا محتاجين ما هوميا بكلمية نختلفة وكواسة بالنسبة احنا عايزين نعمل جده ازاي احنا هيتكون مداد ايدي او البروجيكت بتاعنا موجود الطوارئ في المستشفيات بيعمل تشيكاب بالمريض أبياف ميلوك بيكباك حيث أن نسهل الموضوع ونبعثه على طول على الحاجة اللي احنا عايزين نعملها أشتغلاتي إزاي المريض بيتعامل مع البيوميديكا للروجب بتعامل أول حاجة عن طريق توظيف للأبيكيش بضي تشيكاب بعد من المريض يدخل بيانات بتاعبه طبعا بضي تشيكاب ومثال السنسور ده بلات أكسجن سنسور وعندي هنا تنبريتشت سنسور بيدي المريض بيضغط هنا عندي بلات أكسجن ويقرب من تنبريتشت سنسور ويجيو السور تستار تشيكاب تبدأ المنتيج يبتازع عندي السوان وبدأ المريض على الشاشة احنا نفزنا المشروع والمشروع هو بتقسم ليه جزئين جزء خاص بيه التعليمي للطابة الطب ويه جزء خاص بيه المرضى بحيث حنوق نحط الجهاز في مستشفى يبدأ يوه يستقبل المرضى طيب حنا سلمنا الزكاء الصناعي علشان هو فيه داتا بيس قعلة بيانات موثقة دوليا بجميع الامراض اللي خاصة بيه بمنطقة الصدر بحيث يبدأ هو الروبوت دوه يكشف الامراض اللي خاصة بيه المريض قبل ما يتعرض على الدكتور نفسه اشتركوا في القناة